السلام عليكم. حياكم الله. ياهلا وسهلا. الله يسعدكم بس خلونا نعرفكم اليوم كيف نثبت الليات الري. هذي الليات. طبعا الليات تكون كثيرة. ونهاياتها برضو مش معقولة انه كل اللي راح نربط فيه خشبة او مصورة او شي لا لا. الله يسعدكم الطريقة بالشكل هذا اللي انتم شايفين. اه هنا فيه سلك مجلفا. سلك المجلف انت راه هذا رخيص ومتوفر يجي لفات طويلة. فنفرد وفرد السلك هذا من اول المكان اللي احنا فيه. ايا كان مكشوف محمية يعني هذي طريقة المتبعة بتثبيت نهايات اه خطوط الرأي. اه نتبته من هناك بالاخير في واحدة من المواصير. وبعدين كل قريب خط نعمله الدعامة هذه. اه بالشكل هذا انتم شوفوه يكون اقرب. هذي الدعامة صغيرة. مش ضرورة تكون مرتفعة ترابس. احنا ما توفر عندنا شوية نوعية من الحديد حتى هنا. هذه هي. ياخذ له بارما هنا لفة. ويستمر السلك المجلفا هذا. اه هناك اللي مربوط بمصدر التغذية تغذية المياه هناك. اه عندنا الليات التغذية تجي بعدين اللي نسحبه ونتبته هنا. التثبيت لا نربط ولا نتكلف بالا بعملية الربط نهائيا. مجرد ما نلف اللي نجيبه من هنا هذا اللي اللي جاي من خطوط الري. نجيبه ندخله من هنا من تحت السلك المجلفا ونخليه هنا مرفوع. ما عندنا مشكلة لا ينفك ولا يتحرك. وهو ثابت في مكانه. زي ما نجهز التربة لزراعات جديدة ان شاء الله. اه هذه الفكرة اتمنى انكم تعرفوها جيدا. طبعا احنا نرمي الخليط. اه وبعدين نحط عليها نقوم المساطب وبعد كده خلاص. تستمر العملية الزراعية. هذا اللي حبي تقول لكم اليوم. مع السلامة.